والله هو زي ما قال الكابتن هاني كان سامير كمونة. طب قل الو. قل له الو. الو. انا اخي. حبيبي يا سامير ازاك حبيبي. يا رجل سيسيب الماء شوال الناس يا رجل. يا كابتن هاني. سامير اهلا بك حبيبي منور. عبيش يا كابتن هاني. اغبرك ايه. الله يخليك يا سامير. ولازم برضو الاميس اللي. ما بتسيبش حق اكينتا. ما بتسيبش. اه. 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 اه والله طعب الكابتن ماجدي مش انا. اه. ازاي كابتن سامير. ازاي كابتن سامير. انا يخليك. مطلقين طبعا دويت جميل جدا. الله يخليك دا بيه كنتو. الله يخليك يا سامير. انتو نوارين البيت. نوارين واضافة لطنات النادي الاهلي. وحاجة جاملة جدا. ناس يعني عايز اقول انا حضلكتو. كابتن هاني. القائمين على القناة كلهم. الحقيقة في تطور في كل حاجة. بنشكرك. بنشكرك جدا. حبيبي يا سامير. بحقي طبعا. ايوة. انتي مك. حبيبي بحقي. اه. اه. ابو النخير صحب ح حبيبي يا سامير حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي. نجم جدير طبعا. كان نجم ناد الماورين. وقدنا بطلطين مع بعض في ناد الماورين. كاسف فاكية وكاسف مصر. وروحنا لمنتخب مع بعض. كان معانا فترة. وقعنا ناد الاهلي مع بعض. فعثنا مع بعض طبعا. فترة طويلة قوي. مع ناد الاهلي وناد الماورين. ومنتخبه. يعني الحمد لله يعني. كثرت كبير عزيز لي. برا الكورة. ومم. كمان في الملعب. يعني كنت نعمل نخلة من نفس. يعني محرمة جدا. وفقية. يعني زي يقوله كده اللغة تصرف. حبيبي ده من زوجك يا سمير. تسلم يا حبيبي. همان لما راح الكويت كنت كنت ما انتم مين يعني كنت مين اللي كان اقرب لك. راح 11 سنة صح? عدت 11 سنة كابت النخلة. ما هو كان بيجي لي. راح 10 سنة. كان بيجي لك هناك. كان بيجي لي ثلاث مرات جدا جدت ثلاث مرات. اه. اخد وسنة يا كان مساعد جدا كله. خلاص بقى كفاية بقى. ما هو خلاص رجع نهائي. يعني برضو فيه خبرات الحمد لله هو كان بيحكي لي قبل ما يخش طبعا هو اكتسب خبرات تدريبية من خلال وجوده مع قطاع النشئين في بعض الاندية الكبيرة في القادسية. حتى على مستوى الفريق الاول فطبعا مشوار طويل. وده هنتكلم برضو مع احمد فيه اللي هو المستقبل وإيه اللي جاي. لكن قولينا بقى ابو سامرة لسه بيحكي لي على كوليس والكابتن مجد طلبة والأميس المشجر. فقولينا كده حاجة من مواقف تاني. اه مواقف تاني عايزيني عرفها يعني. اه موسي مش رجر انا بتاعي ولا بتاعه. لا بتاع الكابتن مجد طلبة اللي كان لابسه. ما كانش يوم اصعادك مش عايز يسلم عليك. لا او كابتن مجد طلبة كان ايه. اه قابلنا في صيل. فاحنا كنا في مولين عندي. ما قلت لا احمد بتاعنا تماشي شوية راحنا نأكل حاجة حلوة كده. يعني الخروجة دي برضو كان كويست عيسا ونأكل حاجة حلوة كده. اه قابلنا الكابتن مجد طلبة. جاي مليونين بقى طبعا هو رافع اللي يا اها كابتن مجد طلبة. اه معها. هو هو حكى الموقف ده بتاع الاميس المشاجر ده علياقة ده. اه. 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 خلاصة كسب مجد ده طب ما تكونوا قد بطل احنا اللي جاي بقى خلاص. عايز اقول له كسب مجد ما لك. فأحمد نخلة قال لي ده كسب مجد طلبة هو طلبة. انا نسلم عليه. احنا رايحين نسلم عليه فهو كم معاه ما تشت لب كده عمالي ازل. عمالي ازل ويرمي. قلت له كسب مجد. قال لي انا نسلم. اه. اه. مش عارفه انا افناش. برضه يا سامير الراجل لسه ما يعرفكش يا سامير. اه. يعني يعني انتو برضو كنتو لسه راجعين قامل لأولمبياد لكن اه. طبيعي جدا ان الراجل كان بقى بيلعب برضو في باوك وما يعرفكش يعني لو يعرفك انا اكيد اي سامنو عليه كويس. انا من عارف مع كبت يعني من عارف الموقف اتنا بتحصل معنا يا سعيز. اه بالزبط. يعني اخد ذلك انا متساهم جدا. طبعا انما لما انا فكرته بقى وانتو له انا سامنوه احمد ناس مقال لي اه بس احنا يعني ما تفرجش عليك كتير وكده. ده ده كامل يعني. اه. 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 انا انا عارف قابل يعني هو احمد ناسي بس انا ما تفرجش عليك كتير. بس الاسامي اه يعني افوضني على طول يعني. اه. انا لو احمد اللي على السلامة وكده. وبعد كده انت رديتها له يا كابتن سامير يعني. وعرفنا النهارده انك ما بتسيبش حقك. اه. اه. انت رديتها له بعد كده لما قابلته. قابلته في المنتقل. اه. 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 حكينا الموقف كله. اه. حكينا الموقف كله صحيح. وكده وعادينا. احنا دلوقتي بقينا مع بعض المنتخب. وكنادي بقى. خلاص احنا ازينا زي بعض دلوقتي. ما تنططش علي. طيب كابتن احمد ناخلة يا كابتن سامير خلاص يعني اه. النهارده عودته لمصر بشكل نهائي من الكويت. ما بتفكروش انتو الاتنين ان انتو تكونوا مشاركين في جهاز فني واحد. والله طبعا ان شارع فيها الكابتن احمد طبعا يكون متواجد معي اي عمل اي نادي في جهاز الثاني معي وانا كده. لكن اه. انا مستني طبعا الكابتن اللي وعدين ومكتهد جدا جدا. اه. وكمان خبراته في اوروبا وخبراته مع النادي الاهلي وخبراته كبيرة جدا حتى بديها تنعكس على التدريب. لكن عايز اخد رأيك بقى في رابح ماجر اللي قاعد جنبنا دلوقتي. قدامنا. اه? اه? ايه رأيك في رابح ماجر اه رما دخل علي في الستوديو. انا عارف ان احمد اللي داخل. فرابح ماجر فباشا على لا. نفس الستايل اه رابح ماجر الشعر والحتة اللي قدام. لا صح. نفس الستايل برضا. مزبوط? لا 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 ده انت جبته بالزبط. ما تقطعش ما تقطعش. لا ده حاجة. لا منوارنا احمد طبعا. حبيب يا كابتن هاني. خليه. يعني او كابتن هاني كابتن كلنا وادرش نتكلم بقى كابتن احمد ثلاثة. مش بعد الهوى يا سمر ان شاء الله هنتكلم زي ما احنا عايزين. شكرا شكرا لك اه كمونا وان شاء الله يعني اتشرفنا تاني بازن حبيب يا سمير حبيبي. طيب اه احكي لنا بقى انت خلوق. وقبت عندم